بعد إلقاء القبض عليه في العاصمة البلجيكية قبل أكثر من شهر رحلت النيابة العامة في بروكسل المشتبه به في هجمات باريس صلاح عبد السلام وسلمته إلى السلطات الفرنسية وذلك تنفيذا لمذكرة التوقيف الأوروبية الصادرة بحقه عن فرنسا في التاسع عشر من مارس الماضي الادعاء الفرنسي يقول إن المشتبه به وصل إلى فرنسا في الساعة السابعة صباحا بتوقيت جرانيتش يوم الأربعاء في انتظار مثوله أمام قضاة فرنسيين مع احتمال فتح تحقيق رسمي بالإضافة لاعترافه للمحاققين بتوليه مسؤولية الدعم اللوجستي لمنافذ اعتداءات باريس أدنت السلطات البلجيكية عبد السلام الأسبوع الماضي بسبب إطلاق نار في منطقة غابات في بروكسل جرح فيه أربع من أفراد الشرطة قبل إلقاء القبض عليه بثلاثة أيام صلاح عبد السلام البالغ من العمر ستة وعشرين عاما يحمل الجنسية الفرنسية وعاش في بروكسل قبل وقوع هجمات باريس كان من أبرز المطلوبين الهاربين في أوروبا إلى أن ألقي القبض عليه في بروكسل في الثامن عشر من الشهر الماضي بعد ملاحقة دامت أربعة أشهر وحسب اعترافاته كان يفترض أن يفجر نفسه في منطقة ملعب كرة القدم في باريس لكنه تراجع عن ذلك في اللحظة الأخيرة يوم هجمات الثالث عشر من نومبر الماضي اعتداءات نفذها مسلحون ينتمون إلى تنظيم ما يسمى بداعش قتل خلالها نحو 130 شخصا وجرح فيها عشرات أخرون